في هذا الفيديو نريد أن نكمل السلسلة التي نتحدث عن بوسترات الأفلام والفكرة منها أننا نريد أن ندمج الصفات النفسية أو تأثير الألوان والإضاءة وزوايا التصوير على مشاعر المشاهدين في الفيديو الماضي قلنا كيف نصمم بوستر لفيلم رعب اليوم نريد أن نصمم بوستر لفيلم كوميدي نبدأ أول شيء بالإضاءة الإضاءة ستكون هايكي هايكي يعني المشهد سيكون كله ضاوي كل شيء واضح فيه وعادة هذه الإضاءة تأتي طاقة إيجابية للمشاهد وهي بتجهزوا أنه رح يشوف إشي حلو جميل بالمجمل بوسترات الأفلام الكوميدي عادتها خلفيتها بيضة وحتى لو تشوفوا في فيديوهات الستاندوب كوميدي حتى اللي بلشت في الأردن كانت الخلفية بيضة بدون أي تفاصيل خلص مشان أنت تركز بس على الموديل أو على اللي بديحكي الشخص اللي بديحكي اللي بديلقي النقطة اللي في إشي ثاني مختلف في البوسترات الكوميديية أنه أنه أنت بدك تثير الضحك للمشاهد بدك تفرجي أنه هذا الفيلم مضحك فتقريبا الطرق قليلة جدا أنك تعبر عن كوميديية هذا الفيلم واحدة من هاي الطرق اللي رح نحكي عنها اللي هي أنك تفرجي مشاعر الموديل اللي موجود في البوستر أنه هو مجنون أو بضحك أو بعمل تعبير في وجهه فهي واحدة من الطرق اللي بيستخدموها حتى يفرجوك المشاعر الموجودة بهذا الفيلم أنه هو كوميدي ومضحك وأكبر مثال وأشهر مثال على مستوى العالم اللي هو مستر بيم ضحك العالم كله وبتعابير وجهه من غير ما يحكي ولا أي حرف كمان بدنا ننتبه أنه في بعض البوسترات كمان حركة الجسم بتكون غريبة وبعملوا أشياء غريبة كمان مشان يبين أنه هذا الفيلم كوميدي بالنسبة لزوية التصوير صراحة هون مهمة لما أمل مش هالإشي التأثير الكبير يعني إذا صورنا من تحت رح يبين هذا الشخصية عظيمة بس إحنا بهمنا أنه يكون مضحك فالصراحة زوية التصوير هون مهمة لما بهم الويس فلي آي ليفل يعني معظمهم آي ليفل رح تكون فما رح نعطيها الأهمية الكثير هلا في تصميم البوستر لكن بالنسبة للألوان عادة 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 الألوان بتكون فاقعة جدا مشان الألوان الفاقعة بتعطي كمان طاقة إيجابية مع البوستر وعادة حتى التكست عنوان الفيلم بيكون بألوان فاقعة أحمر فاقعة أو أخضر كثير كمان مبين مش إنه ألوان ميتة فهي حد المؤسسيات بدنا نصمم فيلم البوستر هلا فيلم كوميدي عن رحلة عالمة عملت إشي في مختبر فمنبلش بالبرنامج حكينا اسم البرنامج ستا لايت ثري دي بدنا نبلش أول شي إنه بإضاءة هاي كي البوستر يكون كله ضاوي وواضح هاي الخلفية ما بديها الإضاءة ما بديها خلينا نبلش إضاءة نعمة جدا معناته بدنا أكبر مصدر إضاءة فيه هون أمبريلا 180 سانتي فهي كثير كبيرة وبتخلي الموديل الإضاءة عليها نعمة جدا وعلى الخلفية هل إذا بدنا نخل الخلفية بيضة أول شي رح يخطر بالك إنه عادي بقلب الحيط بدنا أبيض بس هو أصلا الحيط هاي خليته هذ أكثر إشي أبيض هيك الحيط أبيض 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 بس يليوه على الكاميرا بشين بيين أبيض ليش لأنه لسه بدك تعطي إضاءة زيادة حتى يبين أبيض مئة بالمئة فبضيف ضو بس على الخلفية إذا قوناه كثير رح يخرب الصورة بدنا ننتبه فإنت بدك تزيده تقريبا عبين ما تقلب الخلفية بيضة بدي الهيستوغرام وين الهيستوغرام هون هاي عبين ما يصير عندي الهيستوغرام هون في أبيض مئة بالمئة هاي تقريبا هيك أبيض مئة بالمئة صارت الخلفية تقريبا هلا على الفوتشوب ممكن أرفحها على آخر الضو الحاد هذا بيخلي الخلفية تعمل بتضيع كونتراست الصورة فيفضل إن أحط أمبريلا إشي ناعن مشان ما يكون حاد جدا الضو يعني تسعين سانتي جيد دعنا نبعد الموديل عن الخلفية والكاميرا والإضاءة هلا زي ما حكينا بدنا نبين تعبير وجه مجنونة فخلينا نروح على نعدل على الموديل بدنا نروح على الفيس ايش في اشي نعمل السوربرايز زي هيك مثلا اه اشي مجنون فممكن أعمل هابي إذا زدتوا كثير لا هيك بدنا نبين الأسنان اوه نتحرك بالثم اشي غريب مجنون فتعبير الوجه بتبين انه هذا الفيلم مجنون يعني انت بدك تحاول تحكي قصة الفيلم كلها بصورة وعادة عادة كمان الجسم بيكون مبين بالبوستر وفيه حركة خلينا نجرب نرجع الكاميرا وبدنا نعمل حركة بجسمها تكون فاتحة ايديها بده يكون في حركة مجنونة يعني زي هيك انه تكون اشي مجنون جدا هلا ما بدنا نحط تفصيل كثير بدنا نحاول ننزل الكاميرا مشان الأرضية يعني مش بسبب انه زاوي علوية زاوي سفلية بس دنزل الكاميرا بحيث انه ما تبين الأرضية فقط لا غير يعني ما فيش عندي سبب نفسي الها هلا بعدها بدنا نضبع الخلفية حكينا ضوء من ورا ابيض ونقوي تقريبا وليضع على الموديل يفضل خليها تكون بترفلاي من قدام نلغي الستاند ايوه بعدين الخلفية بتهمنيش الخلفية خلينا نخلص على الموديل هلا الظلال ناعمة لكن معتمة غامقة لونها فمننا نحط الضوء من تحت الضوء ثاني فمنخلي هذا الضوء تحت ويغطي الضلال هلا اذا كان كفير قوي هاي مشكلة بتصفي اضاءة عكسية هاي اضاءة غير محبلة للعين فنحن بدنا نضبع الضوء فقط يخفف الضلال فاللاحظ الفرق بين الصورتين اطلعوا على الضلال الغام قلي على وجهها تحت رقبتها مثلا واطلعوا على هاي الجهة كيف الضلال صارت اخف هلا بدنا نضيف ضوء على الخلفية فمنضيف ضوءين على الخلفية ومنضويهم مشان تطلع معنا خلفية بيضة سك وبدنا نحاول نغير من شكل موديل هلا فيلم كوميدي ممكن نحط عليها اشي مجنون شعر غريب مثلا بدنا نغير مثلا مثلا معنى الضارة وفقط خلص هيك كافية وزيادة هلا بدنا نعدل على الوان ممكن نعدل لون الجاكيت نخليه فاقع جدا فممكن نلبسه هيك الوان فاقعة جدا هاي بتدل على الطاقة الإيجابية وهيك كافية خلصناها بالنسبة لإضاءة هلا بدنا تأكد ان الخلفية ابيض سك 100% كيف بدنا تأكد؟ فيه خيار ممكن اتشغله بساكبس علي الثرشولد بعطيني الاكسبوجر تاع البيكسل بفصلي اياهم فمثلا لو سحبت على اقصى اليمين هيك انا بحكيله انه فرجيني البيكسل البيضة 100% بالصورة طبعا هنا بهذا البوستر فش ولا اي بيكسل بيضة 100% فبدنا نذهب على البوستر اعمل Levels مثلا وارفع السهم الابيض هي بالضبط هيك الخلفية صارت ابيض 100% فنضف الثرشولد هي قبل وهي بعد طب يليو انا مش شايف فرق يمكن على شاشتك على تليفونك يمكن انت مطي اضاءة تليفونك الاخرية بس انا هيك متأكد على الطباعة على اي شاشة راح تكون الخلفية ابيض 100% هلا بد اخذ الصورة وركبها التمبلت نزلنا المرة الماضية فباخذ الصورة بحط على التمبلت مثلا الكلمة العنوان ديكون كثير كبير وبلون فاقع جدا ممكن اضعه زي اللون البرتقالي فمثلا ممكن احاوله مثلا اشيء بسيط جدا او احنا حكينا عالم عملت اشيء مجنون بالمختبط ممكن نسميها كريزي ساينس اي اشيء ما بهمني كريزي ساينس بدنا نحول الفونت لأشيء واضح عادي ممكن يكون مجنون مثلا اه ممكن اشيء بسيط جدا لماذا كلمة كريزي ساينس بس كريزي ساينس مثلا او في افلام زي هيك كريزي ساينس اي اشيء وخط كثير كبير سنجرب بدنا ندور على فونت عريض وواضح وهيكا يكون فيه كيرفات مشان ما يبين سيريس مثلا خلينا نعمل منه نسخة ثانية بس بلون برتقالي تكون مثلا عكس هذا الاشي اللي هو تقريبا زي هيك دان وخلي الازرق هو المبين اكثر ونرجحها شوية زي هيك مثلا فهلا بده اخلي كل الكلام انه قالب الوان بس والتي تحت بدنا نقل بولا لون ازرق بس هيك ما نكون جهزنا ببوستر الفيلم الكوميدي لاحظوا قدي فرق معنا استخدمنا اضاءة هايكي بيكون خلفية بيضة عادة كل شيء مضوي التفاصيل مبينة بالموديل حركات الوجه وحركات الجسم مشان يبين انه اشي مجنون وعنوان الفيلم بيكون كثير كبير وبلون واضح جدا اتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو حبايبي هيك احنا عم نوسع المدارك عندكو انه مش بس كل شيء تقني كاميرات معدات اضاءات الاخره كمان بدك تركز على الناحية الفنية لشغلك اذا عندكم اي اسهلة واستفسارات تقدروا تبعثولي على الفيسبوك وانستجرام اتليو دوت حماتي وتذكروا دايما انه كل شخص فيكم مبدع لكن بطريقته الخاصة اتكو الافي